حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أبي الحكم أو الحكم بن سفيان الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ وناضح فرجه حدثنا أسود بن عامر قال قال شريك سألت أهل الحكم بن سفيان فذكروا أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا عبد الله قال وجدت في كتاب أبي بي خط يده حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن رجل من ثقيف هو الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم يعني نضح فرجه